مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد من على قناة مغرب تيفي البلجيكية هنا من استوديوهاتنا بالعاصمة بروكسل العاصمة البلجيكية والأوروبية وغادي نتكلم اليوم على تداعيات زلزال الحوز على بعض الملاحظات حول عمليات الإنقاذ والتضامن وكذلك على هذه البوليميك المصطنعة في بعض الإعلام الأوروبي دائما نفس الإعلام لكي ينتقد الطريقة التي يتعامل بها المغرب مع المساعدات الأوروبية خاصة الفرنسية والبلجيكية على أيين قبل أن نبدأ هذا البرنامج أصالة عن نفسي ونيابة عن مغرب تيفي والطاقم ديالها والعاملين بها أنا أريد أن نقدم أحر تعازي الأسر الشهداء ديالها الزلزال الحوز ضير حمل جميع وأيضا نقدم المواسط ديالنا ونقدم المتمنيات ديالنا بالشفاء العاجل للجرحة والمصابين بهذا الزلزال والناس اللي الحمد لله هم بزابهم الآلاف الحمد لله يعني ما وقع لهم والو ولكن هم أيضا ضحايا لنا أحد أفراد العائلة ديالهم توفوا ولو قتلهم شي حاجة ولو الضر ديالهم طاحت ولا الأملاك ديالهم الضر دفا ومتى هم ما نتمناه لهم أنه إن شاء الله بيفرج عليهم ونقولهم ما تيأسوش لنا الحمد لله لا السلطات ولا الإخوان ديالهم مواطنين للمغاربة لا سواء في الداخل أو للخارج راهم كي يتضمنوا معهم بطرق اللي قد نتكلموا عليها أيضا بهذه المناسبة بغي نحيي أنتم ما شفتوا كاملين التضامن اللي يقع داخل المغرب ولكن أيضا سكم تعرفوا بأنه كان واحد تضامن كبير من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع الضحايا ديال زلزال الحوز كل واحد كيقدم المساعدة دياله وكيقدم أو لا كي يبرهن التضامن دياله بالطريقة دياله ونتكلموا على هذا الشيء ونقدم أيضا بعض الملاحظات في الموضوع نقطة الرئيسية اللي خصنا نستفدوها بهذا الشيء اللي أوقع وهو أنه إلا كنا مسلمين وكنا مؤمنين وكنا نأمنوا بالمعتقد ديالنا فخصنا نأمنوا أيضا بأنه إلا كتب لك شي حاجة كتب لك شي حاجة إلا كان عندك في المكتب أنه تعيش غادي تعيش إلا كان عندك في المكتب وقدر الله أنك غادي تموت غادي تموت إذا كان في قدر الله مكتوب لك أنه غير توقع لك شيء حادثة ولا غير تجرح ولا غير تصاب ولا فغير يوقع لك ما غير يوقع لك وانت خصك تآمن بهذا اللي تقدر عليك هذا هو الإيمان اللي عندنا الراسخ بالنسبة لحياة دينا هي ملك دينا فهذا الشيء اللي وقعها هذه الزلزال دينا اللي عوز كيبرها مرة أخرى بأنه الإنسان خصو يكون متواضع إنسان مخصوش يعني ينسى شكون هو من ينجاي وفين غادي فتقدر تدير البلانات اللي بغيت تقدر تدير الاستراتيجيات اللي بغيت تقدر تفكر كم ما بغيت ولكن قصة تعرف إنه هنا تاي النفس دينا لكل الحياة دينا لكل الروح دينا لكل الجزء دينا لكل شيء يضرف حل الفلك دي القدر الله هو اللي كيتحكم فيه علش كنقول هذا الشيء لأنه أيضا سمعت بعض الناس يقول لك هذوق الضحايا مساكين مساكينين في هذوق الضوار بنين غير الطراب وكانوا بنين بالمعايير يعني الحديثة وكانوا بنين بالسبيكة والحديد ولا مكانش غادي يوقع كهذا الضحايا إلى خيره فأنا غير نقول له يا أخي غير تهنا نقطر يعني الجملة اللي ترسخلنا في الدهن دينا وفي العقل دينا وفي القلب دينا بأنه كل شيء بالمكتب اللي يكتب لك هو اللي غادي يكون ونذكركم في هذا الإطار بأنه هذا الزلازل كتوقع للأسف يعني مناطق كثيرة من العالم فش حال بزيزار وقاف دول في نبل المغرب من ناحية التقدم والحداثة والتطور والتكنولوجيا وش في نقفاش عمارات بنية يعني معايير تقنية معمارية يعني آخر مكين آخر ما أنتجته التكنولوجيا وكتشوفها طيحة عمارات طيحين كما شطط كخت بحل يعني طيحين بحل يعني بنايات من ورق فرمشة عين عمارة فيها ثلاثين يطاش كتدير بوف كتح كيوقع مئات الضحايا فمبقاتش أنه يعني كتبني بالسيمة واللي تبني بالسبيكة واللي تبني بالطوب هذا وي مزيان ولكن من كتكتب عليك كتكتب عليك ولهذا كتسم هذه كارتة طبيعية ستزال كارتة طبيعية الكارتة كاتاستروف إن كاتاستروف شي حاجة استثنائية ستزال الأخير دي عرفته هايتي اللي دمرت قريبا هايتي القصر الرئاسي طح وكأنه ما كانش قصر رئاسي وحنا كان عارفوا بإنما قدروا نقولوا البنين العادي دي الناس المواطنين العاديين قدروا يبنيوا يعني يعني عندهم بدك المصاريف متواضعة ومحدودة ما غادش يقدروا يستمروا بزاف البناء ولكن القصور الرئاسية يعني أبسط الأشياء نكتبنا بالبيتون أرمي واتبنا بمعايير يعني ضد الزلازيل أنتي سيسميك وفي تالي قصر كامل طح بين عاشية وطح فهذا كي يبين مرة بلما ندخلوا يعني بلما نكتروا الهضراء كاريتة بهذا الشكل بلما نكتروا الهضراء اللي وقع وقع واللي يكتب عليك هو اللي كان مكتب لك هو اللي غادي يكون إلا كتبت هذه الدرغة يتطح غادي يتطح إلا كتبت لك غادي يتموت غادي يتموت كاللي كان في الطنوبي ديالويسوك ودخل في شجرة ما دخل فيها لا الطنوبي إلا وهو وعد هو مشا ديرك تموت شجرة هذا كيتسمى المكتب ولهذا نتمنى إن شاء الله اللي مات الله يرحمه واللي رحمه صب يعني الله يشافه وبهذه المناسبة رأى الإخوان يعني الناس اللي بقين يعني سواء جرحا ولا بقين على قيد الحياة والضروا وضعت لهم الأملاك ديالهم للمنازل ديالهم فالحمد لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا الحمد لله الناس يشوفوا يعني روح تضامن ديال إخوان ديالهم المواطنين المغاربة كيفاش تضامنوا معهم من شمال المغرب وشرقه وغربه وجنوبه مع هدل إخوان فخصصهم يعني يكونوا متفائلين مطمئنين بنا من شاء الله ربي غادي غادي ضرورة غادي يفرجع لهم غادي يعوض لهم عن طريق يعني التضامن اللي شفنا هاد الشي بلا ما نتكلم على الشي اللي كتقوم به السلطات المختصة فهذه المناسبة بغي نحيي جميع الناس يعني الناس اللي نرى مقايمين بالعمل جميع المسؤولين كما بغوا يكونوا كبار صغار الناس اللي نرى في الميدان الجيش ديالنا قوات المسلحة الملكية اللي بنهارلول يعني بعد تعليمات الملكية اللي تعطت في حينها يعني القوات المسلحة تدخل على الخط ففرق الإنقاذ يعني الوقاية المدنية الأمر الوطني الضارق الملكي قوات المساعدة السلطات المحلية جميع الناس اللي رأهم ساكين خدامين وغادي نشوفو كي يشتغلوا في ظروف صعبة هذي يشتغلوا في ظروف صعبة فالحمد لله الأمور غادية هذا المكتب هذي هي طبيعة الزلازل نقطة أخرى كنت سمعتها فهنا أعلق عليك يقول لك سمعنا بعض الفيديوهات كوالناس ما زال ما وصلوش لمساعدات ما زال ما وصلونا الناس يعاونونا رح نبوحدنا إلى آخره يعني كنت أسفوا ولكن من ناحية أخرى هذي شي أقول للأسف هذي شي رأي طبيعي ما كيش شي زلزال ولا شي كاريتة طبيعية وقعت في العالم بغاية تكون فيضانات ولا زلزال ولا كمه ولا حرائق ما يمكنش ما تسمعوش بحال أو لا ما تشوفوش بحال هذه الفيديوهات شي ناس كي يقول لك رح ما وصلنا أحد رح نغيبو أحدنا المغربية يعني في حينها في وقت زلزال تكون بختو في جميل يعني هذه المنطقة اللي بمئات الكيلومترات اللي يعني الناس المتضررين جايين يعني موزعين عبر الجبال والهضاب والسهول والويديان في أمبغي مات في غايون دي سنتان دي مئات الكيلومترات ما كرهنا أنا وصلت المحلية في هذه الليلة يكونوا ببختو ولكن كي ما أقول لكم عبر العالم فين ما مشيت شفنا الزيزال الأخير ديالتوركيا ما يمكنش السلطات كي ما بغت تكون أنها تكون في عين المكان في نفس الوقت مع جميع يعني أشوفي ديال لبليسي مع جميع المتضررين في نفس آبوسيب لسبب من بين الأسباب واحد سبب بسيط إنه بعدها غير توصل الأماكن من كوبا الحمد لله المدن الكبيرة ديالمنطقة أي تيب أغنية يعني ما تقسش بشكل يعني مباشر وعنيف فعلا وقعد شي حاجة في مراكش ولكن الحمد لله رغم الموتة ورغم بعض الجرحال الحمد لله راه هذا كشي لوقع مراكش راه سلامات المدينة اللي تقس كان سهل أننا نوصل الناس اللي تقسوا سهل نوصل البنايات اللي تضروا سهل ولكن نحن نتكلم على جبال ووديان وهذا بضواوير هالدوار في 13 واحد دوار اللي بعيد عليه 20 كيلومات في 50 واحد واحد دوار 35 كيلومات في 70 واحد يعني ما شي ساهل كما بغي تكون أنك توصل أضيف إلى ذلك أنه الطرق راكم شتو كانت مقطوعة هنشوفوا بعض الفيديويات غير هكا خفيفة كيفاش غير باش توصل هاوما كتشوف يعني السلطات مشكورين كيف بدلوا واحد المجود كبير غير باش يدي بلي والطريق غير باش يعني الجبل من كنته كيست الطريق في الجبل وحنا راه هذا الجبل رمش زي ما كنتكلموا على لوتوروت جبل فيه طريق وحدة إن طبيعة الجبل ما يمكن تبني اللي بكتشوف الناس يعني تالي ما يمش يسل لكي فرق الإنقذ تهم يعني تهم كي تهم كي تقع لهم أنهم يكون هما ضحايا دي الهد إما الارتدادات إما يعني الانهيارات دي الجبل إلى آخر وكيتحو الحجر فطرقان مقطعين الكتافة السكانية متفرقة على واحد المنطقة تعد بمئات الكيلومترات فصعيب أنك توصل في نفس الحطة فلهذا أنا كانت فهم شي ما زال ما وصلنا شي إيه ما زال ما وصل لك إنه سلطات وخذ جند كل القوات المسلحة كاملة ما يمكن توصل في نفس الوقت في نفس المكان ولكن بالمقابل فرق الإنقاذ وصلت لأغلبية دي المناطق والآن وصلت مئة في المئة دي المناطق كان واحد نقطة يعني بغير نعتبر إيجابية ولا مهم فهذا المسائل تكون مصائب حلاك مش نتكلم ولا شي حاجة إيجابية ممكن أنه لله الحمد كما تكلم هذا تشاشر ما في همش الكتافة السكانية كبيرة فبالتالي الضحايا يكون قلال تقدر الله هذا والمكتب ثانيا أنه هذه الأماكن الوعرة الوصول إليها يعني ما فيهاش عمارات يعني التحليق عمارات سكن فيها مئتين واحد مصيبة باش تجبدهم فكين يعني تقريبا غير دارة شوصية يعني غير منازل صغيرة بسيطة مهم بنين بالطوب سفري كيتاحو على الناس فإنفو كيوصل الناس يعني كيكون من السهل أنك تخرج الناس اللي فيها من السهل أنك تحيد الحشر وتحيد باش توصل الناس يعني هذه ديجا نقطة إيجابية والدليل بأنه الحمد لله السلطة توصل لأكبر عدد من هذه المداشر المتضررة كيف نشوف عدد الضحايا كيف أنه السلطة كيتقول لك وصلت لألفين وخمسمائة فهذا يعني بأنها من السلطة وصلت لأي المكان وراء حاول تنقد ما يمكن إنقاذه وكتشفت المتوفون كيف ما كتشفت الجرحة هذا الشي اللي يعطينا هذا الأعداد فكلما وصلت السلطة ما يكون لدينا هذه الأرقام بالأصد فباش نلخص الأمور الحمد لله على قدر الله هذا الشي المكتاب وقع لك تكون تماك في الحوز وقع هذا الشي وتوقعت أنت ضحية كما تكون مبرع مارسك ماربية وجيك سكتاق قلبية ولا يدخل فيك شي واحد بالطنوبيل وانت ما بيك معلك هذا قدر هذا هو المكتاب فنشوف القدام إذن وشنو هو الآن المعمول أو كينتظروا الضحايا اللي رحل بقين على قيد الحياة هذا كي بينا مرة أخرى بأنه الحمد لله عندنا واحد الشعب تماك صنع الحمد لله ونشكر عليه كي بزاك نسمع السياسيين وقل عندنا واحد الشعب صابور مسكين واخا يتقصح واخا كذا ولكن هو يصبر قانا إلى آخر فعلا ولكن فيه واحد الخاصية أخرى بأنه واحد الشعب اللي يقدر يعطي من يعطي ياخد من عنده الآخر تضامنا معه لنا كي يبقى فيه هذي هذي تسميه هو تضامن وإنسانية شي حاجة كتر من هذا الشي ما قدرش تسميها أنا ممكن نشوف هذا تصور قسمان بالله الناس كيف يضامنوا كيف يجمعوا اللي يجيب الزيت اللي يجيب فارينة اللي يجيب الدول اللي يجيب لك وك اللي ما عندهم فيديوه دي الناس ما عندهم ويجيب 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 الإنسانية غير هذه الإنسانية يمكن كيش حاجة أكثر من هذا شي ويجيب هذا الإيمان ويجيب التربية ويجيب الوطنية ويجيب التمغربي يعني جموعة دي الأشياء اللي تعطينا الإنسان المغربي النابيل اللي يبيين المعدن دي الأصل فحلو قتام معين اللي الوطن دي المحتاج أنا ما غير نقول لك شنو هذي الانسانية أو هذي التمغربي هذا غير نخلي نغم المو علماء الاجتماع ولا العلماء اللي مهم اللي يديروا دراسات على هذا الشي يفسروا النهض طاهرة أنه المغربي فعلا بعض المرات يكون مقلق بعض المرات يكون ولكن فوق الإزمة فوق الشدة يتلقوها الإنسان آخر هذك اللي يقول لك غلاء الأسعار أنا ما عندي منا كل أنا ما عندي مكدا من كتوقع شي إزمة بحلاك كتش ومسكين هذ واحد القرعة ديال الزيت في خمسة يطرو هي اللي عنده كي يحيد ها له الولاد ويدي ويدي أعطوها أعطوها الأخرين اللي يكون محتاجين كتر من أنا ما تلاقيت الاسم ديال ها الظاهرة أعطوها العلماء كل واحد واختصاص ديال العلماء يقولون لنا ويدرس هذ يوقع للتاريخ يعني مدرسة مشغل لمغاربة حتى الشعوب الأخرى يستفدوا ويش اللي يرى وقع كل شي يقول لك هذه المغاربة على جديرين حقا تبارك الله عليهم شفنا فيهم شي حواج لماذا شفنا أماكن أخرى جالية المغربية المقيمة بالخارج بدورها تضامنت مع الضحية ديال الزلزال وهنا بغيت نقول واحد جوج ديال ملاحظات أساسين أولا بغيت نشكر حتى وهذا باش تشوفوا التواجد ديال الجالية المغربية والصورة اللي عندها السياسيين البلجيكيين مثلا الأوروبيين نتكلم على فين نحن كاينين هنا يقول مرة المخرب إنما هذه الجالية المغربية الحمد لله عندها صورة إيجابية وعندها سمعة طيبة عند الناس اللي عايش معه أول ما قاعد زلزال شفنا واحد تضامن كبير ديال البلجيكيين مع المغربة نبي لكم هنا هذه الصورة مثلا غير هدف البلدية ديال أونفرس رئيس البلدية بارد دو ويفر ديال أونفرس نضم يعني واحد تظاهرة أمام مقر البلدية وهنا بارد دو ويفر كتشوف على اللي صر واللي كيتكلم هو سفير المغرب سي عامر اللي كان مدعو لهذا اللقاء تضامني مع ضحي الزلزال هنا رحنا في وطلعوا العالم المغربي بهذا المناسبة أمام العالم البلجيكي والعالم الأوروبي والعالم الفلامالي وهذا يتلج الصدر يقول بأن المغرب الحمد لله ماذا الناس يشوفوا نظر إيجابية ماذا الناس يتضمنوا معه يديروا اللي قدوا باش يبرهنوا على المشاعر الأخوة والصداقة النبيلة اللي عندنا مع الأشقاء ديالنا الأوروبيين هنا بروكسل مثلا كان ستاديا للبلديات كيف وحد تواجد كبير ديال أبناء الجالية المغربية لتهم أعطاوا مساعدات وقد يصفتوها للمغرب وفي نفس المناسبة هما طلعوا العلام ديال المغرب ستاديا للبلديات بينهم البلدية الكبيرة اللي هي بلدية بروكسل اللي جاية في وسط العاصمة بروكسل وبلدية كوكلبيرغ بلدية مولنبيك بلدية سان جيل بلدية سان جوس على مقاضون وبلدية إيفير أيضا فمجموعة ديال بلدية النفجيكا يطلعوا العلام ديال المغرب بش يعبروا التضامن ديال طيب في نفس الوقت أبناء الجالية المغربية هما الآن كي يعنوا على مجموعة ديال نداءات ديال المساعدة كي يجمعوا الأشياء بغوا يصفتوها للمغرب هذا شيء جميل هذا شيء نبيل ولكن أنا بغي نقول لهم إذا كانت الإمكانية أنا لا أستطيع أن يصفت شيئا للمغرب ولكن إذا كانت الإمكانية فرقين الرقم ديال الحساب بنكي لأيضا تعليمات ملكية تم إحداث الرقم 126 نبين لهم الرقم ديال الحساب بنكي الله مباشرة لهذه الحساب اللي يمشي للمساعدة الضحايا الإعادة الإعمار ديال هذوك المناطق بناء منازل جديدة لهذوك الناس هذا أولي مهم أنا نظن زي ما يكون أحسن أن نجمع دابا الكوش هذي راكين في المغرب والله بغي نطمئ أنهم بينما المغرب الحمد والله راح فيه الكوش فيه الدوا فيه فيسيل اللي راح جاي واللي مهم جدا هو ما بعد ثلاث أسابيع راح داخل الاشتاء راح داخل الناس كيف نبني لهم كيف نسكن وكيف ندو لهم إلى آخر فهذا خص نفس طويل خص إمكانيات دائمة على هذا الشيء تفتح هذا الحساب فهل سواء الجمعيات ولا المساجد خاصة اللي تعبوه هما مشكورين لا يجازيهم بخير بغاو يجمعو يسافتو احنا أنا من منح التسوات وحتى المغرب ما غادش يمنحهم ولكن على حساب يعني سمعت من بعض المسؤولين مغرب يقول لك يعني يعني سي بلو بخاتيك يعني من الأحسن إلى يقدروا يساهموا بباسرة ويخفو على نفسهم العناء ديال إنهم يجمعو يهزوا الهونغار ويسافتو في الكنترنير إلى خيره وغسل الكنترنير يوصل إلى المغرب ويجدوا في المطارات وتجي ديالجان يعني 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 تشوف هذه المواد والصالحة ومشي صالحة ومشي الأدوية ومشي بريمي ومشي الماكلة ومشي بلونسة باش تفيريفي ومشي هذك الحليب ومشي الماكلة اللي كان ومشي مازال صالحة ولا مشي صالحة مهم وديسباتشي ووح اللوجيستي كبيرة فالليدار هام شكور مرحبا به ولكن اللي بغي يعون يعني بري إفكاسمو هو رقم الحساب يصف الفلوس هذل هذر اللي كنقولها لأبناء الجالية مشكورين ولي كيبينوا التضام ويبينوا مرة أخرى بإنهم مماتهم يعني جزء لا يتجزأ من الوطن ديال اللي هم الأصلي المغرب نقولها أيضا على مغاربة الداخل فمغاربة الداخل دبا وخان كلما لأدنان ما كانش يحد اللي يمنحهم إنه يمشي وتضمنه هذي فينا واحد طبيعة إنه خصو مسكين هذك الشي عنده في القلب في الدم خصو يمشي هالشي حاجة ويخصو يبين على روح التضامون مع الإخوان ديال اللي يتضر ما عندك ما غادي تدير نفس المنطقة نقول لهم من الأحسن إنه الواحد يعاون بالفلوس ونخليه يعني السلطات المعنية هي اللي عارفة الأولويات هي اللي عارفة اللي بوزوان سيولو تيها فيمكن نحن قد نصفته شي حويش طبعا نشت مبركان نصفته من وجدة صفته من الحسيمة صفته السيميري موركات الكاميونات من العريش من طانجة من داخل طالعين الأخر من العيون طالعين السيميري موركات هذي حملة وطنية تضامنية شعبية ما عندك ما تقول فيها الشيء لا أطلع مزيان الآن زي ما الآن زي ما كان قول ركاين أنا نظن ركاين ما يكفي المغرب الحمد لله عنده إمكانيات زي ما من الأحسن أقوله أنه إذا كان شي دعم من الآن فصاعدا إنما يمكن من الناس إنهم يدعموا أنه يتعطل هذا الرقم الحساب اللي دار بتعليمات ملكية يعني حتى تعامل مع هذة الأموال اللي ستدخل إن شاء الله لهذا الحساب ستكون تعامل صارم وسأتمشي يعني الأولويات فين خصها تمشي ولكن مرة أخرى نشكر أي واحد قام بشي حمل التضامنية أنا رأيش منها بزاف دي الناس إنهم دكاترة هبطوا يعني مشغل سيمير موركات بالمكلة والفراشات والدويت يعني لأساسي بعد هاد الشي كما قلت لكم هو هاد الشي رخ الصلم داومة فعلا الآن كان واحد الحملات تضامنية كان الناس كيشوفوا في التليفزيون كيشوفوا الفيديويات يعني كي تاهم كي يتقاسوا يعني ضمائر ديالهم كيقول نعون باللي كين ولكن رأي المهمة الإخوان رأي الشيخ الصلم داومة ودبا غد يفوت الحداد وغد يوقفوا الفيديويات ويوقفوا كذا ومن بعد هذوك الناس رأي مغد يبقوا تمك رأي هذوك الناس رأي مرتبتين بهذيك الأرض ولو أن ديور ديالهم تضمروا رأي مغد يسمعوا في بلادهم ومغد يسمعوا في شبال ديالهم هذوك الناس رأي مغد يبقوا تمك فإذا نخصهم المساعدة في عين المكان أول المساعدة هي كيفش يعني ده بك نديرو الخيم كمرحلة أولية ويوقع نخصهم البناء لهذا حكومة مشكورة تهي أخذت مبادرة ديال إعادة الإعمار ديال هذوك المناطق حكومة الآن ما عرفت واش بهذا بهذا التبرعات أو الميزانية خاصة ديال الحكومة غادي يشوفوا كيفش يبنيوا لهذوك الناس اللي مساكين مشاولهم ديور ديالهم إلى آخر يبنيوا لهم من جديد دويرات فعيل المكان في جبال وهذا مهم جدا إن هذك المناطق مخصراش تخوة إعادة الإعمار ديالها هذوك الناس كانوا وبالمناسبة إلا قدرنا نبني بوحد طريقة تقليدية كيفما كانوا يبنيوا هذوك الناس أحسن يمكن تكون فيها شوية مسائل ديال السلام وديال الأمان أحسن إن هذا التورات ديالنا الناس كانوا يبنيوا بالطوب كانوا يبنيوا ببعض الطراب كيفش نعود نبنيوا هذوك مسائل بنفس الطريقة اللي كانوا يبنيوا بها هذوك الناس هذوك البنيان اللي طاحوا اللي كانوا بنين غير بالطوب وبتراب وبالرملاء وبالحجر رغم قرون وهما وقفين قرون وهما هذوك الناس كيبنيوا بهذه الطريقة قرون هما كيساهموا يعني في التورات المغربي المعماري كل منطقة وعندها خصوصيات ديالها هذوك الخصوصيات ديالهم كانوا يبنيوا بهذه الطريقة واللي طولت لمدة قرون للأسف والحمد لله على كل حال جاد الزلزال وقع ما وقع في بعض المناطق فانتمنون أنه إعادة الإعمار يأخذ بعض الاعتبار الخصوصية ديال المنطقة بعض الناس عيطوا لي قالوا لي را كي يستمعوش يقول لك را درنا رقم حساب باش تعتبرنا الفلوس فهذا رقم الحساب أنا باقي نقول لهم غير واحدة تريد ها هو رقم الحساب الأصلي هو هذا اللي كتشوفه هذا را هالنمرو تكونت نازية الجالية نازية الخارج اللي بغا يصفت يصفت بهذا الرقم M64 إلا كانوا في داخل المغرب يحيدوا M64 يديروا غير 001 ويبديوا به ذوك ها الرقم ديال الجالية تصل بي بواحد الفاعل جمعوي جزاو الله خيرا قال لي إحنا في المساجد بغينا نجمع الفلوس قلت له ولكن أستاذ رازم ها كان رقم الحساب مباشر علش غير دمت جمعه باش من بعد صفته خلي الناس يصفته مباشرة قال لي فعلا ها الست جيلي را ها الشي اللي كان نقول للناس ها هو رقم الحساب صفته قال لي ولكن كان بعض الأشخاص ناس كبار عجزة ما ناس وخا ماشي كبار بززاف ولكن ما عندهم مش هات الشي ديالتقنيات ويدخل البنكة ويديرت سويفت أو لأخر فقال لي هادوك الناس قلنا لهم اللي عندهم شي حاجة بغير عوني يجيبها للمسجد وحنا من غادي نجمع ذاك الشي نحطوه في هذا الرقم الحساب وقالوا الله ما يصير اللي فعل خير فالواحد بدأي ما ينساقش وراء هادوك النداءات ديالتيك توك حداري من تيك توك في هذه المسائل بزاف ديال أخبار زائفة بزاف ديال اللي زارناك ما شي غير تشوف تيك توك ولا تشوف انستغرام وده بغير يصير غير فيديو عاجل رقم الحساب فات أتنسيون وما تتقش أي حاجة تشوفها في ذاك تيك توك ها رقم الحساب الأصلي واللي ما عارف كده كان المسجد بعدها هي رسمية كانت كلم عن ناس ديالجالية الآن ندوش للمرة نقطة أخرى لشرط لها في المقدمة هاد الزلزال طريقة اللي تعمل بها المغرب خلق واحد البوليميك احنا معتادنا عليها ولكن خلقوا البوليميك في بعض الإعلام الأوروبي للأسف نفس الإعلام اللي بغي يكون زلزال لما شي الزلزال كانوا غادي يديروا ببوليميك ودائما نمام معروف ببوليميك ديروا مع المغرب والانتقادات ديروا من المغرب والنظام المغربي كلها بصراحة ونفس الإعلام اللي كان في إسبانيا فرنسا أيضا في بلجيكا في بعض الإعلام ديلا هم مش يقولش فقال لك كما حقا المغرب ما تعملش بصراحة مع نداءات المساعدة اللي قدمتها الدول الأجنبية خاصة فرنسا وبقاد بوليميك وعلاش والمغرب تأخر والناس كيموتوا وفرنسا قدمت يد المساعدة والمغرب ما بغيش رضع لها إلى آخر وبلجيكا أيضا إلى آخر إلي سمحتوني نعطيكم بعض التوضيحات في هذه الأمور أولا كان ستين دولة اللي اقترحت في هذا النهار أنها تقدم مساعدة للمغرب وتصفت الناس ديالها إلى آخر إلى المغرب المغرب كدولة قال لهم بأنه أنا أي واحد قدم لي يد المساعدة دياله ولا اقترح يد المساعدة مرحبا به وكنت شكره وكنت شكره وكنت قل له مرحبا بك ولكن أنا كدولة بالسلطة ديالي بالإمكانيات ديالي بمصالح ديالي في أي مكان أنا الوحيد اللي نقدر لأنني أنا في أرض الميدان فإن مكاني الوحيد اللي نقدر نقدر شنو هما الأولويات اللي خصني راه الواقع هو اللي كيحدد الاحتياجات ديالي فأنا كنشكركم بغيتوا تعاونونا تبارك الله عليكم ولكن أنا أنا كنشوف إنه ما محتش ستين دولار ديالي عندي إنه كما كيقول لك تقدر اقترت لمساعدة تقتل لمساعدة فأنا الأولوية ديالي أنني يعني ندير غير الطريق باش نوصل أنا يلهادوك الدواوية والحمد لله المغرب يعني بتجربة دياله للأسف الكوارد كوارد زلازل هكذا دير الحسيمة زلازل صغيرة الحوز كوارد فيضانات كوفيد إلى آخر المغرب كتاس في تجربة المغرب كتاس في تجربة المغرب مش هايتي المغرب كتاس في تجربة عنده الإمكانيات دياله طوق الأمور وصل للمناطق فقلونا نشكركم ولكن ما يمكن كل شيء تجي ولأنه الحمد لله لضابط الأمور ولهذا يعني حتى الفرق الإنقاذ التي قبلها بريطانيا القطر الإمارات وإسبانيا هذين عندهم الخصوصيات معينة رغم بشي كل شيء الدوا التي طرحت المساعدة عندها فرق إنقاذ بالكلاب لها إلى آخر كل يقدم اقترع مساعدة يقول تجينهم تانيا المغرب وهذه مهمة جدا أنه في بعض الأحيان يجي لك تفتح المجال لأي واحد كل من هب بوضب بغد تكون دولة ولا تكون منظمة غير حكومية فكتفتح أيضا للباب مجموعة المشاكل رأي لجولك غير ثلاثين طائرة في نهار واحد مطر مراكوش كل واحد منزل الألد فهذا مشكل لوجيستيكي كبير فغادي يخلق لك واحد المشكل اللي ما عندك أصلا وغادي مهم ناس اللي يمكن جايين أيضا بتصور بالزبار يفوتوا ديالهم بالكاميرا ديالهم كالناس اللي جايين يستعملوا هذه المناسبة يستغلوا هذه المناسبة باش انهم يستوطنوا في أرض المكان تفقد السيطرة على الأمور وتقدر هذا الشي نقالب إلى عكس ما المبتاخ دياله فالحمد لله المغربين بأنه دولادات سيادة وقد بشغاله وعارف الإمكانيات دياله وعارف الإحتياجات دياله ومن سيطلب طيب في ظل هذا الوضع كما قلت بعض الصحف إسبانية بعض الصحف فرنسية خاصة الفرنسية لأنهم جاءت لهم من غير المعقول أنه المغرب ما كي يتقبلش أو لا ما كيقبلش المساعدات الفرنسية كيف يعقل أنا بعض الصحف الفرنسيين يعني تصدمت يعني بهاك المنطق ديال الاستعماري كيف يعقل المغرب ما يقبلش المساعدات الفرنسية فرنسا وما أدرك فرنسا قطار حتى لمساعدات المغرب مارتش لنا من يكون المغرب إنه وما يرتشع لنا. ونحن نجد نق دولة. فهذا الشيء بحالة اللي بقيت لهم في الحلق. وهنا نقول لإخوان بعض الفرنسيين للأسف اللي بقى عندهم هذه العقلية الاستعمارية. أنهم ما زال ما استوعبوش. الدرس مما يحدث الآن في بعض المناطق بإفريقيا. كيفاش كان نشوف الناس مواطنين. لا سواء في الدول اللي وقعت فيها انقلابات مؤخرا. أو اللي في دول مجاورة. كامل المنطقة اللي كانت فيها فرنسا مستعمرة. كامل المواطنين كيفاش يقولوا الفرنسا إرحالي. لأنهم غير راديين على التعامل وعلى السياسة دي الفرنسا مع الدول ديالهم. ومع الشعوب ديال هذيك الدول. بعض الإعلام الفرنسي ما زال ما استوعبش هالتغيرات اللي كاينة. هذي الإحساس اللي كان عند مجموعة ديال الدول ومجموعة الشعوب الإفريقية في مقابل فرنسا. فهذا فرنسا اللي حسبها رصها بإنها دولة متقدمة وعندها يمكن عندها حقوق على الدول اللي كان استعمرتها. فقصت عارب إنما الأمور تبدلت. يمكن واحد لوقيتها المغرب كان. ولكن الآن المغرب كيبين بإنما دولة ذات سيادة. المغرب متحكم في سيادة دياله. المغرب ولي كيسمح اللي يدخلو اللي ما يدخلش. المغرب قاد بشغالته. المغرب عنده يعني وش غد صفت القياطة كين القياطة. غد صفتنا الدواء كين الدواء. وش غد صفتنا الحليب كين الحليب. فهمت يعني وشنو غاد يقديره أكتر. لان صفتو عندنا وحد ثلاثين وواحد فرق الإنقاذ. إحنا رأينا شعب تم فرق الإنقاذ. شنو غاد يقدير أكتر. هذا وانا نحيي السلطات المغربية لأنها هي عرفة الاحتياجات. مثلا لا قدر الله. لا قدر الله. مثلا شي مدينة مغربية عصرية فيها الكتافة السكانية كبيرة وفيها العمارات. وطاحوا العمارات. طاحوا تقريبا والنص دي اللي مدينة مشاهدة. هذا كأنه كوي. يعني حجم الاحتياجات كبير. يقدر المغرب يقبل المساعدات الأجنبية. و لكن الحمد لله. يعني كما دواوير متفرقة. دي يجى باش توصل لها مشكلة. أنا تجيني ستين دولة. غير باش نوصلكم. هذا الوقت اللي غدا نضيعه معاكم باش نوصلكم. نمشي نقض به الناس. دواوير متفرقة. وفيها بنايات يعني غير. يعني 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 يسوفي توصل. يعني وخال إنسان العادي بلا يعني ما خصناش تراكس أصلاً. كما قدر الله تراكس الوحيد اللي يعني عملتم بالدولة. هو غير باش تنقي الحجر من الطريق إن فتوصر ما خصكش ترغير البالة نقولها وانا كانت أسف وانا حزين رغير البالة كنت جمع ذاك الحجر وهذوك الطراب للأخور فوق هذوك الضحية يعني طبيعة يعني حتى الكاريتة الحمد لله في نفس وقت نقول الحمد لله للأسف والحمد لله الحمد لله نشكر على الموصبات أنه ما خصناش تركسات ما خصناش الكلاب ما خصناش كي تبنوا الدور فهذا كنت دواور مداشر يعني دويرة هنا دويرة هنا دويرة هنا يعني باين دويرة على الطراب كيتحيطتك الطراب كيتلقى إما مسكين شهيد أو إما جاريح أو إما الحمد لله بخير وعلى خير فهذا اللي وقع البوليميك اللي وقع للأسف وكان غد يوقع خلقاته بعد الصحفة للأسف كيستغلوا أي فرصة بشفوا حسبتهم السياسية مع النظام ولا مع الدولة المغربية وقال زلزال وقال زلزال وقال زلزال وقال لش ما يطلناش واش هاد شين دو علاقة مع الموقف دينا من الصحراء الغربية دو بش شاب علاقة صحراء هم يسموها غربية ولا مغربية ولا مع هاد زلزال زلزال تبال ناس زلزال ناس ضحايا بش الواحد يعني تبالك يخلقوا يعني نقاشات عقيمة لا قيمة لها غير بش سفوتهم محسبتهم السياسية فهذا ذيك سقطت الطائرة في الحديقة والحديقة وقال زلزال يقول لك واصحراء الغربية هات الشيء اللي ما خلاك مش النكدة جهد الفيضان آه لنا الصحراء الغربية لنا وكذا فللأسف الحمد لله على نعمة الله والحمد لله على قدر الله والحمد لله أنه عندنا واحد شعب مؤمن بالله كي آمن بالمكتب كي آمن بالقدر وهذا هو اللي كي خلنا قويين وكي خلنا متضمن بينتنا هاد المعدن الأصل بين عليه المواطن المغربي حياه الله شكرا للجميع بما فيهم هاد دول الأجنبية صادقة واللي بغاية تعاوننا شكرا لها إلا محتاجين لها غاية نعيطوا لها المغربها مش يحمق هاللي غاية يحتاج شي واحد محتاج وتكت قل له هاك وغاية غاية يرفض ولكن الحمد لله الأمور تحت السيطرة شكرا السلوطات المحلية وجميع المسؤولين وجميع العاملين على أرض الميدان هوا يكونوا وقاية مدنية الجيش أمن قوات مساعدة دارك ناس شكرا للمواطنين العاديين شكرا لأي واحد طلع لهذه المنطقة بغاية عاون ولكن الأساسي أرى هبقات في المداومة هبقات في المداومة هاد الحليب اللي ممشاوا هاد الكوش والأخوار وهاد القياطنين غاية يدارو غاية الماكلة تنتكل والدواء غاية تستعمل والقياطنين غاية يطلع ليهم الشتاء غاية يمشي وفخصهم هاد الناس فين يسكنوا الحكومة قالت بالنما غاية تعاونهم في إعادة يعني إسكانهم البناء ديال دواوير جديدة غاية ينتبعوا هاد الحكومة الشي اللي قالتوا واش بالصح ولا لا وغاية يمشيوا معها ولقصنا نعاونوها احنا نعاونوها كان الحساب بنكي هوا المواطنين يديروا فيه فلوسهم ومن بعد الناس يلدروا يعني القوافل إنسانية من بعد الله يخلكوا يعني ماشي كل شي يمشي اليوم في هذه المنطقة في نفس الوقت رقموا غاية تخلقوا واحد المشكلة غير ديال الاقتضاد وديال لهم بوتياش فالله يخلكهم الله يجاز لكم اللي بغاية يعاون يمشي حتى هذا كشيف مراكش وما يزيدش بزاف لذلك المناطق لأنه كما قلت لكم طرق وعرى يعني طرق مقطوعة إلا غاية تشوف يمشي الكاميونات ديال الجيش كاميونات ديال وقاية المدنية كاميونات سيارات الإسعب سيارات كذا وتزيدوا لهم هذا السيمير موركات اللي غاية غاية تخلقوا واحد الموتياش كبير الحمد لله على قدر الله وكما قلت لكم رأى الأمور غاية بخير وعلى خير ونتمنى أنه إن شاء الله نخرج بهذه المحنة بسلام كما خرجنا بالمحنة الأخرى وهذا شيء غاية يقونا أكثر فأكثر أقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم والسلام اشتركوا في القناة